طيب احنا بعد ما عرفنا التكست edit controller نحتاج الى state اللي وراح يغير التكست او ياخذ التكست من اليوزر ويتحكم باللابل او كان التكست input ويضيفها لضمن اللوجيك مثل ما اخذناها بالFlutter2 اذا راح نحتاج هنا الى set state set او init init state في داخل ال init state اجي اعرف الage controller والname والdepartment والcity and description طيب هذا اردي معرف تمام فهذا اوكي هذا كلهم اجي اضيفه هنا انا equal new راح يكون للتكست editing controller راح يكون في داخلها تكست تمام اللي وراح يكون من ضمنها الوجيت وجيت dot employ dot عدنا ال age نايس طيب هذا ايضا طبعا هنا فارزة مناقة ما ننساها لين هذا dart اللي هو مثل c and c++ and java فاي فارزة مناقة تنساها راح يعمل لك مشكلة كبيرة and اهنا راح نعمل name this one controller department department لاحظو تماما تكينيك شفها and city وعدنا description this one طيب اهنا ايضا set state تم تعديلها يبقى علينا فقط انه نبني UI user interface في التدو implement build هادا نحذفة ونقول لها return نعمل return للاسكافولد scaفولد وفارزة مناقة enter and scaفولد ممكن نضيف لها ال appbar and this one also appbar الابbar يحتوي على مثال title اللي راح يكون text oops اللي راح يكون text this one nice طيب في التكست هممكن نضيف ايشي على سبيل مثال employee employee DB and and body no this one appbar return خارجها راح يكون عندك انت ال body في ال body راح نضيف container مجموعة خصائص نقدر ننفعلها من ضمنها اوكي من ضمنها اللي هي ال padding or margin خلنا نطيلها margin والمرجن راح يكون insert to all 15.0 على سبيب مثال ممكن نزيلها او تقللها حسب استخدامك until alignment مفروض انه يكون alignment dot center nice and child نقدر ننضيف لها column excellent طيب هذا عنده children بما انه column and في داخل children ممكن نضيف التكست فيلد تكست فيلد اوكي تكست فيلد طيب التكست فيلد في عدنا كم تكست فيلد؟ في عدنا تكست فيلد كثيرة فرح نعمل اول واحد حتى يختصر الباقي تكست فيلد في داخلها كنترولر هذا الكنترولر راح يكون underscore name controller او الشيء بعدين decoration ممكن نضيف لها ايضا decoration decoration راح يكون input decoration ل label text label text على سبيل مثال name نضيف هنا انا اوكي هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة ل التكست فيلد فارزة هنا انا ممكن نضيف ايضا padding اوكي like this and داخلها padding edge and set all او ممكن نضيف فقط for only or maybe all 5.0 هذا راح يعطي مسافات بين كل تكست فيلد و تكست فيلد ثاني كم تكست فيلد عدنا احنا؟ عدنا تكست فيلد كثيرة فا اول واحد هو ال name for تكست فيلد and padding فرح نغضوية هذا فارزة هذا كله نعمله copy oops copy and هذا اول واحد ثاني ثالث رابع خامس جميل لكن نغيرها نا عدنا احنا ال name and عدنا ال age so هذا اول واحد اوكي هذا راح يكون ال age لا تنسى ال controller ايضا لازم يكون ال age age controller طيب بعد ال age عدنا depth department underscore department controller وايضا عدنا city فهنا راح يكون عندك ال controller for underscore city وهنا عندك ال description في حالة اذا كان الموظف عنده description معين underscore description و okay تاكد من الادخالات هتكون بشكل تام طيب اه هنا عندنا احنا ال padding بعدها نضيف icon اللي هو الفكرة بل عندها طبعا raised icon أو flat icon or 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 why is that هنا عملنا ال enter and في عدنا child نختار child من ال child نقدر نختار ال id فنكتب هنا انا widget dot employ dot id تمام اذا ما كان يساوي not equal null اذا ما كانت null شوه الخطوة التالية المفروض انه نضيف لل text ليش ما ظهر هنا انا اوكي اللي هو احنا نسينا نكتب على متعجب اوكي text inside text رح يكون update لانه اليوزر لم يعطينا ال id معنات انه يريد يعمل عملية update لكن اليوزر اذا ما عطنا id معنات انه يريد يعمل ماذا عملية save حفظ هذا هو الفرق بين ال id and save او update and save نايس اذا انا احنا عدنا child ايضا وضعناها يبقى علينا انه ممكن تحدد اشياء اخرى elevation or colors colors like blue or deep purple accent and on press لما تضغط عليها شنو ال action اللي لازم ياخدها نقدر نختار anonymous function او اوكي نخلي الفنكشن في داخلها مشترطا لنعمل anonymous function نسأل من عنده if widget dot employ dot dot id not equal null and uh راح يكون عدنا update لش لين اليوزر عطانا ال id فلما اليوزر عطانا ال update id مفروض ان نحنا نعمل update employee this one update employee update employee راح ياخذ employee 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 to map employee هذا from map employee 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 so so employee dot often from map اوكي راح يعمل update ياخذ المعلومات الموجودة في داخلها طيب from map مفروض انه ياخذ object فبهالحالة انه هنا اقدر طبعا اعمل فارزة منقطة هنا حتي اختفي هذا ال error وهنانه اجي اضع from employee اقواس المجموعة وضع القيم القيم اللي احتاجه هي ال id ال id راح يتمثل ب widget اللي راح ياخذ من ال user dot employee dot id تمام اه فارزة لين هذا object وليس ب statement اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة اللي نوي ال id فهنا راح يكون عندك ال age age عندك ال name طبعا هنا كتبنا ال age غلط I know that name and department oops this is description department حتى هذا يكون متساوي ما هذا ok and city راح يكون employee dot city واخر شيء اللي هو description description تمام فرح يعمل update على هذا الاساس اشتركوا في القناة